أقيمت منذ قليل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مراسم كرعة كأس العرب لكرة القدم للصلاة كرة القدم داخل القاعة كرة القدم للفوتسال أصفرت القرعة عن ثلاث مجموعات نارية إن شاء الله نستمتع بمبارياتهم في شهر يونيو القادم أقول لك في الفيديو ده عن إجراءات القرعة المستويات اللي كانت على أساسها القرعة أيضا النتائج النهائية للقرعة وتوقعاتنا للمنافسة في المجموعات كل تفاصيل بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتابعوا معنا الفيديو للنهاية بطولة كأس العرب في المملكة العربية السعودية اللي طبعا تعتبر هي النسخة السابعة في البطولة عندنا ست نسخ سابقة تحصل المنتخب المغربي على نسختين وهم آخر نسختين المنتخب المصري تحصل على نسختين ومنتخب ليبيا تحصل على نسختين يترى من يتفوق ومن يحصد لقب البطولة السابعة أو النسخة السابعة تقام مباريات البطولة على الصالة المغطاء الرياضية بجانب استاد الأمير عبدالله الفيصل طبعا المنظم هو الاتحاد العربي لكرة القدم والمستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم البطولة ستستمر في الفترة من 6 يونيو 2023 وحتى 16 يونيو 2023 بمشاركة 12 منتخب عربي عندنا 12 منتخب في هذه البطولة عكس البطولة السابقة اللي كانت بتضم 10 منتخبات فقط ال 12 منتخب هما منتخب المغرب رقم 8 على مستوى العالم السعودية رقم 61 على مستوى العالم الكويت 48 العراق 42 مصر 35 السودان 153 الجزائر 107 فلسطين 109 جزر الكمر خارج التصنيف ولبنان 55 ليبيا 41 وموريتانيا خارج التصنيف اما بالنسبة لي المستويات اللي تمت على اساسها القرعة تم تقسيم ال 12 منتخب الى 4 مستويات مستوى اول تاني تالت رابع المستوى الاول كان موجود فيه السعودية والمغرب ومصر المستوى الثاني كان موجود فيه ليبيا والعراق والكويت المستوى الثالث لبنان والجزائر وفلسطين المستوى الرابع موريتانيا والسودان وجزر الكمر النتائج الرسمية خلاص بشكل نهائي اصفرت عن ثلاثة مجموعات كل مجموعة فيها اربع منتخبات نظام التأهل يتهاءها الاول وثاني كل مجموعة الى دور ربع النهايي بقى معانا ست منتخبات بعد كنا ناخد منتخبين من افضل مركز ثالث في كل المجموعات السلاس الكرعة اصفرت عن المجموعة الاولى متواجد فيها منتخب السعودية والجزائر وليبيا والسودان المجموعة السانية ضمت كل من المغرب وجزر الكمر والكويت ولبنان المجموعة السالسة ضمت كل من مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق مجموعات في منتهى القوة نتوقع مباريات مسيرة وممتعة ما بين المنتخبات العربية داخل القاعة لكرة القدم للصالة توقعاتي في المجموعة الاولى هيكون فيه منافسة قوية جدا ما بين السعودية والجزائر وليبيا والسودان في المجموعة التانية عندنا المغرب والكويت ولبنان وجزر الكمر بدرجة اقل والمجموعة التالتة طبعا مصر والعراق وفلسطين وموريتانيا بدرجة اقل اكتبولي توقعاتكم في التعليقات من يتأهل من كل مجموعة عايزين تمن منتخبات الى ربع النهاية اول وتاني كل مجموعة وافضل منتخبين متواجدين في المركز التالت منتخب المغرب هو حامل اللقب لاخر نسختين اكتب لي رأيك في التعليقات كان المباراة النهائية المغرب ومصر سنة 2021 و2022 كانت المغرب والعراق طبعا المتخب المغريبي بيقدم في الفترة الاخيرة عظمة في لعبة كرة القدم داخل القاع هو رقم تمانية على مستوى العالم ما تنساش لايك للفيديو اشترك في القناة عشان تتابع معنا احداث هذه البطولة لحظة بلحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر